تألقت النجمة السورية ليليا الأطرش بأحدث أطلالات لها على الإنستجرام ودائماً تحب تنسق أطلالاتها وتدمج ما بين العصرية والأنثوية لذلك اليوم اختارنا لكم ثلاث أطلالات تقدرون تنسقون منها أو تختارون منها الأطلالة اللي تحبوها أول أطلالاتها اخترت فستان قصير بلون الفضل الميتاليك اللي كان الفستان مثل ما دنشوفه بالصورة بأكمام طويلة عريضة مع قصة التنورة تكون بكشكش وأيضاً يكون ضيق من الخصر وكانت فتحت الفستان بشكل حرف الفي اللي انططتها نوع من الأناقة ومثل ما دنشوف كان أكسسوارها وشعرها ومكياجها جداً بسيط ونسقت مع هاي الأطلالة كلتش بلون الفضي أو الذهبي الميتاليك فكانت أطلالة كلش حلوة نقدر نعتمدها إذا كنا معزومين بمناسبة معينة مثل ما قلتي ميسم هي ليليا من الحلو بها أنه دائماً تدمج الأطلالات يعني ما عدتها تلبس بس أطلالات أنثوية أو بس أطلالات كاجول دائماً تدمج وعادة ما بنفس الأطلالة تحط أكثر من أنصر بحي تطلع الأطلالة متكاملة ومبهرة منذ الأطلالة اللي أنا هتكلم عنها ليليا الأطرش أطلت علينا بجمس جينز بلون الجينز الفاتح عادة ما الجمس جينز يكون كاجول جداً ولكن شفنا الاختيار اللي اختارته هي بتفاصيل صغيرة خلتها جداً فخم فجاء بتطريز وطبعات ملونة على منطقة الكتفين وحتى على منطقة الجيوب بمثل أحجار ملونة ونمنم ناعم أيضاً شفنا علي أحزام على الخصر بنفس قماش الجينز ومزين أيضاً بجيبين كبار على منطقة أصفادر واللياقة كانت عريضة نوعاً ما إطلالة كلش حلوة وكملتها أيضاً بتسريحة شعر مجعدة غجرية إطلالة حلوة مع أنه إحنا دائماً نتوقع في جمس الجينز إنه شتر دينت نستقيم بي يعني هو جمس الجينز بس حلوة إن هي اختارت شيء أردي منه وبيشغل سواها إطلالة فخمة حلوة تنسيقاتكم بنات اللي ذكرتوها جداً مميزة وكشفها بنفس الوقت أما التنسيق اللي راح أذكره فهو أيضاً مميز جداً وأنثوي بامتياز الفنانة ليليا الأطرش ارتدت فستان باللون الفستقي المميز الأخضر اللي احنا نسميه فستقي كان جداً حلو كل شراهم يلون بشرتها السمرة المكتسبة سمار فطالع الأخضر مع لون بشرتها جداً حلو بالإضافة إلى تفصيل الفستان جداً حلو وأنثوي الفستان عبارة عن فستان شيفون مناسب لي المناسبات الفستان قصير التنورة ما الفستان عبارة عن ثلاث طبقات لكن بطريقة ناعمة جداً أما قصة الفستان من فوق كانت جداً حلو ومميزة عبارة عن وينوي بي من جهة واحدة كوم من الجهة الثانية ما بيها كوم نفس الوقت هناك تفاصيل على مطقة الصدر التفاصيل هي عبارة عن أقماش من نفس الأقماش الشيفون لكن بطريقة أبثيرة فمطيت حركة للفستان لأن الفستان سادة بلون واحد لكن بنفس الوقت التفاصيل مع التصميم مطي حركة أجاذبية كملة الفنانة ليليا تنسيق الفستان مع تسريحة شعر ويذي جداً حلوة نفس الوقت كملة التنسيق بأكسسوارات اللي هي عبارة عن حلق كبير باللون الفضي مع حذاء باللون الفضي فكان التنسيق جداً حلو أمثوي ولا غلطة